اشتركوا في القناة على بركة الله نبدأ بتشكيل النادي الاهلي اللي النهاردة بيمثله علاء زهران رقم زيرو مايكل تونسون 22 عمر عزب 3 سيف سمير 8 23 ابو النصر عمر الجندي 55 عمر طارق عشرة مودي الجرحي 9 إبراهيم الجمال 14 أحمد مويب وعبدالله نصر 34 محمود وليد رقم 11 القيادة الفنية للنادي الاهلي السينيور أغسطي جولبي بوش أما نتزة مالك النهاردة في تشكيله أحمد ياسر 004 عمر هشام أحمد حاتم رقم 6 أدهم عصام رقم 7 إدجار سوزا رقم 8 9 إسلام سالم 11 أحمد أسامة مصطفى كيجو 14 17 محمد حجازي 21 معاز أيمن سليم العساوي 22 وأخيرا حازم المشد رقم 55 القيادة الفنية للميستر بانجلس أنجل أو كوتش في كما يطلق عليه جماهير نادي الزمالك واللعبين خماسي النادي الاهلي لفضلات الملعب ولحظات تصوير سيف سمير عبدالله ناصر مايكل تومسون وعمر علاء زهران ونقول لكم الخامس من دلوقتي الخامس أبو النصر أما خماسي نادي الزمالك مصطفى كيجو عمر هشام وإدجار سوزة وأدهم عصام وأخيرا رقم 00 أحمد ياسر إدجار سوزة للي ما عرفش في الجولة الأولى حصلت مشدة بينه وبين أحد لعيب نادي الجزيرة تم على طول إقافه بمبارايتين وغرامة 30 ألف جنيه لإدجار سوزة ولعب نادي الجزيرة النهاردة بيشارك فيه بعد إقافه مبارايتين على بركة الله في خلال ثواني هنبدأ المباراة أفكر حضراتكم بحكام المباراة كابتن محمود إبراهيم حكم أول كابتن محمود جمال الحكم ثاني كابتن آيا خالد حكم ثالث مراقب المباراة هو الكابتن محمد جلال أجواء ما قبل المباراة خارج الصالة الأجواء بريدة جدا داخل الصالة دربي ساخن جدا كونوا على الموعد وانتظروا وشاهدوا قمة جديدة من قمم ودربيات كرة السلة ما بين الأهلي والزمالك كابتن محمود والشامبول أو الرمد القفز والحيازة لأدم عصام من الزمالك يبدأ الزمالك حجمته أدم عصام لسه معها الكرة بيسلم لمصطفا كيجو دفاع قوم النادي الأهلي إدجار سوزة والبحث عن إدجار سوزة لكيجو وأول السلسيات لإدجار لمصطفا كيجو ينجح في التسجيل أول ثلاث نقاط وافتتاحية اللقاء ثلاث نقاط لنادي الزمالك مايكل تومسون لابو ناصر العقد من إصابة لسه منتمين نادي الزمالك أيضا عبدالله ناصر واحد من ناشئين نادي الأهلي بيعمل سكرين ليه مايكل تومسون مايكل ياخد سكرين مرة تانية يحاول يلعب واحد على واحد خمس سواني على اربعة وعشرين سيف سامير بالبيززاين ميديم الشوت ما بنجحش في التسجيل عبدالله ناصر على السكر شوت ينجح فعلا سيف سامير تحت الباسكت كيكاوت لمايكل تومسون اللي يقف ويشوت لكن ما بنجحش في التسجيل إدجار سوزا على الديفنسيف ريباون من الزمالك يبدأ بالملعب ياخد هجمته يستلم لي كيجو كيجو عايز يحاول مرة تانية مع سيف سامير تمويه لكن هنا أولى الأخطاء الشخصية على سيف سامير لعب النادي الآن نقاش كده ما بين الكابتن محمود إبراهيم و سيف سامير وتعليمات من السينيور أجوستي جولبي بوش ورميتين حرتين لمصافة كيجو ينجح في تسجيل رمي الحرة الأولى كيجو أربع نقاط هو اللي مسجلهم حتى هذه اللحظات كيجو على تنفيذ الرمي الحرة التانية ما بينجحش في التسجيل سيف سامير يلم على طول يسلم لمايكل تومسون في القيادة الفنية للملعب داخل الملعب مايكل ولاندوف مع عبدالله ناصر اسكرينات عز علالو كورة لسه تومسون لكن هنا في إيه فيه فاول وخطأ شخصي وفنسف فاول على سيف سامير الخطأ الشخص الثاني على سيف 8 دقائق 47 ثانية على انتهاء الكورتر الأول نتيجة أربع نقاط لنادي الزمالك مقابل لا شيء نادي الأهل أعدها معصام عدها بنص الملعب خد السكرين سلم لكيجو كيجو هندوف مع سوزا إدجار سوزا مع عمر زهران والبيكندرول يسلم والباصة ليه أحمد ياسر لكن البلوك حلو قوي من عبد الله ناصر بيبدأ الهجم النادي الأهلي توش على أبو الناصر عايز يلعب واحد على واحد يختارك بيسلم لعبد الله ناصر تحت الباسكت عبد الله بيطلع كيكة والتاني يقطع حلو قوي 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 عمر زهران والأسست ولا أروع من أبو الناصر أولى النقاط الأهلوية في ديربي الأهلي والزمالك إدجار سوزا بيحاولي عدي عمر زهران مستعيبه إدجار وأول تلاتاته ما بين جيش والتسجيد عدي فرنسي بريباوند على طول عبد الله ناصر وخطأ شخصي على أحمد ياسر من نادي الزمالك خطأ شخصي لصالح النادي الأهلي أربع نقاط مقابل نقطتين لصالح نادي الزمالك تمن دائم وكمال على انتهاء أحداث الكورتر الأول مايكل تومسون مايكل الأمريكي المحترف لعمر زهران لمايكل مرة تانية صفقا فضيله لكن نتعمل لأيضا بالتيم سلم لعمر عمر عشر سنوان على انتهاء زمن الهجمة عمر يخذ السكرين وقف والميديا بتاعت عمر ما بينجحش عمر في التسجيل لما على طول تانية لأدهم عصام وقلب الملعب أدهم عصام ليه إدجار سوزا ياخذ السكرين إدجار من كيجو يلعب البيك اندرول ودي كيجو واختراقاته والنجح في تسجيل نقطتين كمان في جعمة نادي الزمالك ستة اتنين لصالح نادي الزمالك مايكل تونسون مايكل لسيف سمير عبدالله ناصر لكن في خطأ شخصين على مين على عمر هشام طبقا لقرار الكابتن محمود بخطأ شخصي على عمر هشام لعب نادي الزمالك وأوتسايد لصالح النادي الأهلي أوتسايد أهلاوي سيف سمير سيف سمير استلم عايزي لاب واحد على واحد معاك كيجو بيلف بيختارك بالسيمي هوك ما بينجحش بالتسجيل عمر زاران ملعى على نقطة يلف وتراي على البسكت مرة تانية ما بينجحش بالتسجيل الديفنسيف ريماوند على طول ليه كيجو كيجو يسلم لعمر هشام عمر لإدجار سوزا يبدأ حجمته إدجار والبيكندرول مرة ثالثة ليه كيكاوت لأحمد ياسر لكن عبقى أحمد ياسر كرة تقطع وتروح لمايكل تومسون أربعة على ثلاثة فص بريك وادي أبو النصر واختراقات أبو النصر ما بينجحش بالتسجيل لما عمر هشام على طول ويطلع الفص بريك ليه أدهم عصاب أدهم ما أكوف أعد على واحد يسلم لكيجو كيجو لكن هنا في خطأ شخصي على عبدالله نصر خطأ شخصي على عبدالله نصر رقم أربعة وثلاثين ست دقائق اتنين ودلاثين ثانية ستة اتنين لصالح نادي الزمالك تغيير في ظبوف الأهلي وصبو الزمالك كيجو يخرج وينزل حزم المشاد رقم خمسة وخمسين عمر طارق أيضا رقم خمسة وخمسين ينزل بدلا من سيف سمير عمر هشام ليه أدجار سوزا أوبن شوت على ستريب بوينت نجح في تسجيل تلات نقاط تلات سلسيات لنادي الزمالك نجح في تسجيل اتنين في أحداث هذا القرط أبو النصر لعمر طارق تحت البسكت لكن حزم المشاد يعمل الستيل يخطف تاني عمر طارق ويعمل الستيل مرة تانية ويرجع الكورة يسلم لمايكل تومسون تطع في السكة تروح لأدم عصان واحد على واحد أدم وترايع على البسكت لكن ما بنجحش في التسجيل طوع من يد عبد الله والحاقة تاني يسلم لمايكل تومسون مايكل لسه مايكل يقول لي من المعلى بالنحة التانية لعمر زهران لكن على عمر زهران على عمر زهران على عمر زهران ولا يهمك عمر واحد من الخمات المبشرة بالخير في النادي الأهلي ولولا الأخطاء الشخصية على عمر زهران وحوار كده مع السينيور اوغوستين بوش ادجار سوزا بيبدأ هجمة لنادي الزمالك يأخذ السكرين من أحمد ياسر لكن قرر أنه يختار ووصل ترايع البسكت ينجح في التسجيل وخطأ شخصي على عمر زهران عمر علاء زهران خطأ شخصي لخطأ الشخص التاني تغيير في زبوف نادي الزمالك خرج حازم المشد نزل مصطفى كيجو ادجار سوزا على الفري سو او الفاول شوتينج رميتين حراتين ودي الرمية او عفوا نكاونتون مور الرمية الإضافية نجح في تسجيلها عشان تصبح النتيجة اتناشر اتنين خمس زايا اربعين سنة عزي المشاهد على انتقى حدث الكورتر الاول مايكل تومسون سكرين من عمر طارق عايز بيدور على السلسية لكن عمل حلوة او اللعبة دي والاسستة حلوة لعمر طارق من غير ضنك يا عمر على طول في الباسكت ودي خطأ شخصي هنا على احمد ياسر من نادي الزمالك ورميتين حراتين لعمر طارق عمر طارق على تنفيذ رميتين الحراتين خمس زايا تسعة وعشرين ثانية اولى الاخطاء الشخصية على احمد ياسر ودي عمر طارق الرمية الحرة الاولى ينجح في التسجيل عمر الجندي على التبديل في اللحظات القادمة ينجح ايضا في التسجيل عمر طارق رميتين حراتين نجح فيهم تغيير عمر الجندي مكان عمر زهران عمر زهران مرتكب خطأين شخصين هو أصف سمير ضغط النادي الاهلي من اول ملعب محمد حجازي يسلم لإدجار سوسا محمد حجازي نزل مكان احمد ياسر في تغيير سريع مع النادي الاهلي إدجار سوسا طلب حجازي راح له كيجو لسه سوسا مع الكرة بيحاول يعدي لكن في السكة عبدالله ناصر تروح تاني لكيجو اللي بيسلم لها دم يصامه عسري بوينت وينجح في تسجيل سلسية لأدم عصام ونادي الزمالك عمر الجندي اللي لسه نازل سلم لعمر طارق من البيس لاين وضانك عمر طارق عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين بدانك سلام دانك لعمر طارق إدجار سوسا من نادي الزمالك بيطالب اللعيبة بتلف تخليله المكان أو تعمل له كلير إدجار لسه عزي لابو أحد على واحد طلع عليه كيجو كيجو عسري بوينت وقفوا وسلم لعمر هشام عسري بوينت ما بنجحش في التسجيل يلمع على طول عمر الجندي عمر واختراقات عمر سلم لأبو الناصر لكن كان المفروض هنا أبو الناصر يخلص تطع منه على طول ويسلم لإدجار سوزا إدجار سوزا ويقف ويشوت سري بوينت ما بنجحش في التسجيل وتخرج أوتسايد للصالح إنها دي الآن تغيير في صفوف الأهلي خرج عبدالله ناصر نزل سيف سامير خمستاشر ستة أربع دقايق خمستاشر ثانية أعزاء المشاهدين على انتهاء أحداث الكورتر الأول مايكل تومسون بيسلم لسيف سامير عايز يلابو أحد على واحد معاه حجازي مستايبو حجازي يلف يختارك يوصل ما بنجحش في التسجيل حجازي يلم لكن هنا في خطأ شخصي عليك مصطفى كيجو لعب نادي الزمالك أوتسايد أهلاوي والخطأ لكيجو الخطأ الشخصي الأول لمصطفى كيجو تعليمات من كابتن آيا خالد حكمت المباراة لمدافع نادي الزمالك تعليمات بعدم الخروج من المنطقة الفنية لكوتش في أو فانجلس انجل خلينا مع المباراة طلع لعمر طارق عمر طارق الكيكاوت لعمر الجندي من برا يبدأ مايكل تومسون وأولى السلسيات للتومسون ينجح في تسجيل أولى السلسيات مايكل تومسون تلت دقائق خمسين ثانية على التقاري الأول أدم أصاب معاه تومسون مستني الاسكرين جعلوا الاسكرين من كيجو يسلم لحجازي لها البحث عن إدجار سوزا سوزا يسلم لأدم أصاب اللقاء الطريف هذه اختارك لكن هنا بيرتكب معاه خطأ شخصي هنشوف على مين هل هو على عمر طارق لا على العمر الجندي عمر الجندي خطأ شخصي ورميتين حرتين لأدهم عصام خمستاشر تسعة أولى الأخطاء الشخصية على عمر ودي أدم أصاب على تنفيذ الرمي الحرة الأولى ينجح في التسجيل ودي الرمي الحرة الثانية أدهم عصام ينجح أيضا في التسجيل يوسع الفارق إلى ست نقاط سبعتاشر تسعة تلات دايق تلاتية ثانية على انتهاء الكورتر الأول مايكل تونسون اللي لسه بسجل ستريب بوينت دلوقتي بيسلم ليه عمر طارق بيحاول لعب واحد على واحد بيستعمل لوحة ما بيتجيش على طول لما أدهم عصام من الزمالك اللي بيطلع بالملعب ويجرع الفاص بريك مثل اللعبة بتاعته ويبدأ الهجمة خذل سكرين أدهم عصام وقف الميديام شوت هوش شوت ثاني لكن ما بيجعش في التسجيل عدي فلسف ريماوند عمر الجندي على طول اللي بيطلع الفاص بريك لسيف سمير واختراقات سيف لكن ما بيجعش في التسجيل إدجار سوزا من الزمالك خذل سكرين عدى سلم لكيجو كيجو وتلاتات كيجو لكن بعيدة ما بتنجعش هنا فعلا في خطأ شخصي على محمد حجازي رقم السبعتاشر أو فنسف أو بوشنج ورميتين حراتين لصالح نادي الأهلي مدرب نادي الزمالك تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية مباراة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم مباراة تجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في دربي كرة السلة دربي من أهم الدربيات اللي موجودة طبعا وبتحظى باهتمام ومشاهدة عالية لنظرا لقوة الفريتين أقول لكم ترتيب الجدول دلوقتي قبل المجموعة الرابعة نحن النهاردة لعبنا ثلاث جوالات الجزيرة يتصدر بالمركز الأول بستة نقاط ثلاث مباراة لعبهم وكسبهم الأهلي المركز الثاني بمباراة تلاث مباراة لعبهم اتنين فوز واحد عزيمة برصيد خمس نقاط الاتصالات أيضا بنفس الرصيد ونفس النتائج التأمين بنفس الرصيد ونفس النتائج الاتحاد السكندري بنفس الرصيد ونفس النتائج سبورتين لعب ثلاث مباراة فاسبو مباراة وخسر اتنين برصيد أربع نقاط سموحة في المركز السابع بثلاث هزائم من ثلاث مباراة والزمالك أيضا في المركز الثامن بثلاث هزائم من ثلاث مباراة بثلاث نقاط ده جدول الدوري مباراة النهاردة الأهلي والزمالك اللي بنزعها ونعلق لها لحضراتكم والجزيرة والتأمين واسموحة والاتصالات وهنقول لكم عن نتائج وأخيرا المباراة ديربي السكندري للاتحاد وسبورتين اللي انتهى بفوز الاتحاد 83-75 على سبورتين أوتسايد أهلاوي أو عفوا بمئتين حرتين لصلاح النادي الأهلي سيف سمير على التنفيذ فقارب توقف هقول لكم على بعض الإحصائيات وهقول لكم أيضا على غابات الفرقتين سيف سمير على تنفيذ رمع الحرة الأولى لم ينجح سيف في تنفيذ رمع الحرة الأولى لسه النتيجة 17-9 دي 2-50 ثانية على انتهاء الكورتر الأول سيف سمير على تنفيذ رمع الحرة الثانية ما بنجحش أيضا في التسجيل أربع رمعات حرة لنادي الأهلي نجح في اتنين وأخفق في اتنين خمسة ليه نادي الزمالك نجح في أربعة وأخفق في واحدة كيجو نرجع للمباراة سكرينات يسلم لأدم أدهم لعمر هشام تحت الباسكت مع عمر الجندي اخترق من البزاين سلم لمحجازي حجازي لكن هنا تبقى لإشارة كابتن محمود جمال دايس على اللاين أوتسايد لصالح النادي العالم دي 2-30 ثانية على انتهاء الكورتر الأول أوتسايد أهلاوي خمس فولات لكل فريق أي خطأ شخصي برميتين حرتين عمر الجندي لصالح عمر الجندي يزوء على طلب الناصر للجندي اللي ينجح في تسجيل نقطتين عمر الجندي نقطتين بأندوان أو كاونت وان مور لصالح عمر الجندي شوف الخطأ على مين على رقم 4 عمر هشام خطأ شخصي والأندوان لعمر الجندي تم تعديل النتيجة إلى 6 نقاط وهدي عمر الجندي على تنفيذ الأندوان ينجح في تعديل النتيجة إلى 5 نقاط 12-17 آخر ديئتين في أحداث الكورتر الأول عمر هشام لإدجار سوزا إدجار والسكرينات سلم عمر هشام للمرة دي بيتعمل له سكرينا عشان يفضو إدجار سوزا لكن أبو ناصر مش سايبه سلم ليه كيجو وادي سوزا على سري بوينت ما بنجحش في التسجيل يلمع على طول الجندي عمر الجندي طلب السكرينا من عمر طارق عدى بالسكرينا فعلا وقف سلم لسيف سامير سيف لعمر هيعمل هيسلم لعمر طارق اللي بيلف سلم له باصة فعلا كان نوي باصة لكن في خطأ آآ آآ كابتن محمود لا هو مش خطأ شخصي كابتن محمود قال سري الساكند على عمر طارق تغيير في صفوف الزمالك خرج أدهم عصام ونزل سليم العسوي لعب المؤار من نازل سبورتن وإضا خرج عمر هشام من نازل الزمالك ونشوف مين ننازل دلوقتي ونزل إسلام سالم ضغط النادي الأهلي إسلام سلم لكيجو إسلام سلم لكيجو بسليم العسوي دور على سوزة إدجار سوزة لكن أبو الناصر يساوبه إدجار ويقف سلم لكيجو كيجو على ستريب بوينت وينجع في تسجيل ثلاث نقاط مصطفى كيجو وسع الفرق إلى تمن نقاط عشرين اتناشر سيف سمير آخر دقيقة في حدث الكورتر الأول مايكل تومسون لكن هنا في خطأ على سليم العسوي برميتين حرتين خطأ شخصي على سليم العسوي تغيير في الزفوف الأهلي خرج سيف نزل عبدالله ناصر مايكل تومسون على تنفيذ رميتين الحرتين مايكل وينجح في تسجيل رميتين الحرة الأولى ست محاولات للنادي الأقلي في أحداث هذا الكورتر نجح في تسجيل أربعة من الفريس رو أو الفاول شوتين ودي المحاولة السبعة لمايكل تومسون مايكل نجح في تسجيل على طول المحاولة السبعة نوتوتين للنادي الأهلي خرج أبو النصر من نادي الأهلي نزل عمر عزب الوافد الجديد من نادي السموحة وسلامات طبعا ليه مروان سرحان اللي بي في صابته دلوقتي إسلام سالم مع عمر الجندي لسه إسلام مع الكورة طلب السكرين عايز يعدم البس داين ودي بلوك حلو قوي من عمر طارق يسلم لتومسون تومسون لعمر عزب واحد على واحد والله هيجروح فين واحد على واحد ووصل لكن حظه وحش ما بينجحش في التسجيل للمه إسلام سالم مع الدفنسي في ريبعه آخر 30 ثانية في أحداث الكورتر الأول إسلام سالم ليه كيجو موصفى كيجو مع عمر طارق لو يطلع يابله من بدري بس يطلع كيكاوتل السيم العيسوي ليه السوزا سوزا آخر خمس سانية سليم العيسوي تتخطف منه ويعمل ستيل مايكل طومسون مايكل يجرب الهجمة يسلم لعمر الجندي تلاتات عمر الجندي بعيدة يطلع على طول سوزا يطلع الفاص بريك ليه الساب سالم اللي هيوقف ويشوت سري بوينت وينجح في التسجيل ثلاث نقاط كمان لصالح نادي آخر ثانية على طول يأتي معها صفرة إنتاء أحداث الكورتر الأول بتقدم الزمالك تلاتة وعشرين أربعة تاشر دقيتنا يا زمن راحة المقررة ونرجع عليكم بعد الراحة رجعنا تاني عزيزي المشاهدين وبداية أحداث الكورتر التاني والفترة التانية والحيازة كانت للأهلي وتراي كده للأهلي للي ما كانش بتبايعنا لكن ما وفقش عمر طارق فيها للكرة دلوقتي معنات زمالك اتجار سوزا سوزا لكيجو والبيكندرول السليم العيسوي وسكرين يسلم لكيجو كيجو يحاول أختارك بلعب واحد على واحد بظهره وصل معاه لكن هنا في خطأ شخصي على عبدالله ناصر لعب النادي الأهلي عبدالله ناصر وأوله الأخطاء الشخصية في أحداث الكورتر التاني للي ما كانش معنا انتهت أحداث الكورتر الأول بتقدم الزمالك على النادي الأهلي تلاتة وعشرين أربعة عشر عبدالله ناصر والخطأ الشخص التاني ورميتين حراتين لصالح نادي الزمالك على التنفيذ مصطفى كيجو ما بينجحش في تسجيل رمية الحرة الأولى كورتر الأول خمس محاولات للنادي الزمالك على الفريس رو أو الفول شوت النجح في أربعة وسبعة للنادي الأهلي ينجح في تسجيل خمسة ودي كيجو والرمية الحرة التانية ما بينجحش في التسجيل يلمع على طول عبدالله ناصر لكن تقع من إيده وتسلم لإحجازة لإدجار سوزة إدجار وستريب بوينت إدجار ما بينجحش في التسجيل يلمع على طول عمر الجندي لعمر عزب عمر عزب قرر أنه يهدى ويستنى عمر طارق لكن الباصة بعيدة شوية على عمر طارق وأوتسايد للصالح نادي الزمالك أوتسايد للزمالك إدجار سوزة مع عمر عزب ضغط عليه لم يفتتع أي من الفريقين أي نقاط أحداث المباراة كيجو والبيكندرول لإسلام سالم عمل لكيجو وإسلام على ستريب بوينت ينجح في التسجيل ثلاث نقاط في جعبة نادي الزمالك لسا الأهلي يعني منتظرين منه أداء أحسن من كده عمر عزب لمايكل تومسون سكرين لعمر طارق مايكل وتراي تانية لمايكل على ستريب بوينت ما بنجحش في التسجيل يلمى على طول نادي الزمالك إدجار سوزة يطلع بالملعب يبدأ الهجمة إدجار من بعيد يسجل ما بنجحش في التسجيل عمر الجندي يلمى على طول يحاول ويستأتل على الكورة يطلع عمر الجندي بهجمته يسلم ليه تومسون اللي شات سري بوينت تومسون تومسون السلسية التانية من أصل ثلاث سلسيات يجعل الفرق إلى تسع نقاط لصالح نادي الزمالك حجازي لكيجو كيجو قرر أختارك وطلع الكيكاوت لسليم العيسوي سليمي يبدأ الهجمة آخر عشر ساني في الاربعة وشي سانية سليم لكيجو كيجو من بعيد شات ما بنجحش في التسجيل تروح الكورة عند مايكل تومسون واسرع على الكورة جنبول كما قال زي ما قالت كابتن أيا خالد تقول الكورة على طول صالح نادي الزمالك في الحياة زي ما تبدو لها خرج سليم العيسوي وكيجو من نادي الزمالك نزل أدم عصام وحزم المشد من نادي الزمالك أوتصايد زمالكاوي وخرج أيضا محمد حجازي ونزل أحمد ياسر رقم دابل زيرو أوتصايد زمالكاوي سبع دائق خمسين ثانية وأحمد حاتم أيضا التغيير الرابع بدلا من إدجار سوزة في نادي الزمالك أوتصايد نادي الزمالك في انتظار الأوتصايد سكرينات توصل عند أدهم عصام أدهم سكرين من حزم المشد يهوش على سري بوينت يسلم لإسلام سالم اللي بتطلب أيضا سكرينات يوقف ويشوت لكن عمر الجندي ليحو على طول بدفع قوي أحمد حاتم السلم والكرة لكن هنا في إيه هنا في إشارة من أوتصايد على نادي الزمالك إدجار سوزة ينزل تاني بدلا من أدهم عصام مايكل تومسون والكرة أهلوية عدى مايكل بدعي الهاجمها مايكل سلم لعمر الجندي سكرينات ليه؟ عمر طارق عايز يعلق له عبد الله ناصر على سري بوينت عبد الله لكن ما برجعش في تسجيل يحاول معه عمر عزب لكن توصل على طول لأحمد حاتم اللي بيسلم لإدجار سوزة إدجار سوزة لأحمد حاتم أحمد بيدور على لكن يقاف قوي من عبد الله ناصر في دفاعاته ودي أحمد حاتم على سري بوينت ما بينجحش في التسجيل عمر عزب يلم على طول ويجري بالفصل بريك خلص واحد على واحد ويوصل لكن ما بيوصلش تروع القرى على طول لأحمد ياسر اللي بيهدل بالملعب ويسلم ليه؟ أحمد حاتم 26-17 أحمد حاتم ليه؟ المشد لإسلام سالم بيدور على السلسية قرر يختارك بصل على المشد اللي بيطلع كيكاوت لكن في السكة ويعمل السيل على طول عمر عزب ودي من التريشان سريع وفصل بريك سريع من مايكل تومسون على طول وطوتين لصالح النادي الآن ده الفريق إلى السبع نقاط لصالح النادي الزمال إدجار سوزا سوزا بيعدي حاول وقعد على واحد بيحاول ويروح على الميديم شوت ما بينجحش التسجيل على طول عمر طارق اللي بيسلم بطوره ليه؟ مايكل تومسون مايكل خد السكرين مايكل اخترق عبد الله لكن هقدر يحصل على خطأ شخصي هنا على مين؟ آه هنا خطأ شخصي على حزم المشاد رقم خمسة وخمسين من نادي الزمالك اوتصايد اهلاوي وتغيير ايضا اهلاوي وزملكاوي عبد الله ناصر يخرج من نادي الاهلي ينزل محمود وليد وينخرج اسلام سالم من نادي الزمالك وينزل عمر هشام اوتصايد للنادي الاهلي ستة عشرين ساعتاشر ست دقائق اربع ثواني عمر عزب قرر اختارك بنترويشان عمر ووصل عمر شاط لما انجحش يحاول معاه مرة تانية ويسلم لعمر الجندي وجدت زمن الهجمة سكرين لعمر الجندي من عمر طارق حاول يعدي عمر بنترويشان علق لعمر طارق لكن بعيدة بعيدة يا عمر هارد لك هارد لك يا عمر اوتصايد زمالكاوي دكة الاهلي بيتشجع عائبة الاهلي احمد حاتم احمد حاتم عبل طيف احمد حاتم للسوزع قرر اختارك اتجر سوزع بيحاول يبدأ الهجمة مرة تانية لاحمد حاتم من بعيدة على سريب بوينت شاط ما بنجحش بالتسجيل يلم على طول عمر طارق يسلم لعمر عزب مايكل تومسون مايكل يسلم لعمر طارق لكن هنا اوفنسيب فاول على عمر طارق خطأ شخصي وخطأ مهاجم على عمر طارق اوتسايد زمال كاوي خمس زائد تمنتاشر ثانية على انتهاء احداث الكورتر الثاني اولى الاخطاء الشخصية على عمر طارق احمد حاتم من نادي الزمالك ياخد سكرين من احمد ياسر ومرة تانية من كيجو كيجو ينزل تحت البسكت ياخد موزيشن يسلم لحبة حاتم على الهندوف يطلع ليه احمد ياسر محمود والد بيحاول معها لكن هنا خطأ فاول اوت عفوا اوت مش خطأ شخص اوت زي ما قال الكابتن محمود جمال للصالح النادي الآدي اوتسايد اهلاوي اربعة دقائق تسعة وخمسين سنة على انتهاء احداث الكورتر الثاني مايكل طومسون مايكل ليه عمر عزب يسلم لعمر طارق الانصايد بيطالب به نادي الاهلي او مصر وجسي بوش محمود وليد اختراقات محمود وصل محمود ما بنجحش محمود يلم على طول مصطفى كيجو كيجو لعمر هشام عمر هشام حاول يوصل وصل لكن ما نجحش في التسجيل على طول يلم عمر الجندي يطلع بالهجمة اربعة على اربعة عمر هيتصرف فيه ازاي يستخدم جسمه ويوصل ويستخدم اللوحة وينجح في تسجيل نوتوتين عمر الجندي وخطأ الشخصي على ادجار سوزا لعب نادي الزمان كاونت والاندوان والخطأ على ادجار سوزا اندوان لصالح عمر الجندي تغيير في زموف الاهلي خرج مايكل تومسون نزل محمد ابو النصر خطأ الشخصي الاول على ادجار سوزا والرميتين الرمية الحرة الاضافية لعمر الجندي اولى الرميات الحرة للنادي الاهلي في احداث هذا الكوارتر ينجح في تسجيلها عمر الجندي احمد حاتم ليه ادجار سوزا ادجار طلع كيكاوت لا مصطفى كيجو على سري بوينت ما بنجحش في التسجيل يلما على طول عمر الجندي عمر يوقف ويسلم لابو النصر ابو النصر الابن شوت على سري بوينت لكن ما بنجحش في التسجيل يلما على طول لكن هنا في خطأ شخصي على عمر طارق عمر طارق تاني الاخطاء الشخصية علي خطأين شخصيين على عمر طارق تغير في صفوف نادي الزمالك خرج احمد ياسر نزل اسلام سالم وكوتش بي يطلب تايم اوت لصالح نادي الزمالك اربع دقائق سلامات لكل عابينا ايضا في غيابات نادي الزمالك احمد عاصم وياسين ياسر وعلي حجازي في اسبرين انكل يعني سلامات نتمنى لهم الشفاء العاجل طبعا لعابتنا يعني كلنا صحاب واخوات نتمنى لهم بغض نظر على المنافسة نتمنى لهم كل الشفاء العاجل بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم النهاردة اربع مباريات في الجولة الرابعة الاهلي والزمالك اللي بنزعها لحضراتكم الجزيرة والتأمين سموحة والاتصالات والاتحاد وسبورتن وانتهت مباراة الاتحاد وسبورتن بنتيجة 83 لاتحاد 75 سبورتن النهاردة الجولة الرابعة لقاءات فرقتين النادي الاهلي فرقين النادي الاهلي ونادي الزمالك اقولها لكم على طول في الجولة الاولى الاهلي استطاع الفوز 76 44 على سبورتن واستطاع الفوز ايضا في مباراة قوية امام النادي الاتصالات 85 79 والمباراة ثالثة امام التأمين لكن خسر النادي الاهلي بنتيجة 68 78 اما نادي الزمالك خلق الثلاث مباراة الاولى كانت مع الجزيرة وخسر 76 والتانية كانت مع الاتحاد وخسر ايضا 80 65 والتالتة مع الاتصالات خسر بنتيجة 78 70 نرجع المباراة مرة تانية والحياز هزمة الكوية احمد حاتم عبداللطيف اربعة دقائق على انتهاء احداث الكورتر الرابع التاني عفوا احمد حاتم ليه اسلام سالم احمد حاتم مرة تانية الاهلي قلب زون ديفنس اسلام سالم بيحاول يعدي لكن محمود وليد بيقابل يطلع كيكاوت لأحمد حاتم وقف وشاط أحمد حاتم نجح في تسجيل نقطتين غير دفاعاته ميسر اوجستي بوش او السينيور اوجستي من من تومان الى الزون ديفنس مايكل تومسون ليه عمر الجندي مايكل مرة تانية محمود وليد راح سكرين لتومسون عدى تومسون سكرين مرة تانية من محمود وليد مايكل لسه كرون مع مايكل قلب الناحة تانية لا عمر عزب وستريب بوينت عمر لكن بعيدة ويربول ما ينجحش بالتسجيل على طول يلم على طول ناتزة مالك احمد حاتم عبداللطيف احمد حاتم ليه اتجار سوزا زون اتنين تلاتة النادي الاهلي بيلعبوا دلوقتي في دفاعاته مايكل عفوا سوزا بياخدوا سكرين هي اللي بالملعب الناحة تانية على طول ليه عمر هشام عمر قرر اختارك قلب الاسكيب باس على طول لاسلام سالم اسلام بيهوش ويحاول اختارك لعمر هشام وقف لكن هنا دفاع قوم النادي الاهلي ينجح انه ياخد الاربعة و عشرين ثانية وتقول الكرة في احيازتها على طول لصالح النادي ده غير في ظفوف الاهلي هيخرج عمر عزب وينزل سيف سامير دقتين خمسين ستنين وخمسين ثانية تمانية وعشرين اتنين وعشرين لصالح نادي الزمالك ثلاث اختار شخصية توتل على النادي الاهلي وخطأين على نادي الزمالك مايكل مايكل سكرينات سيف سامير عايز تسلم للجندي دفاع قوي من عمر هشام على الجندي سيف وسكرينا لعمر الجندي سيف عفوا عمر الجندي بيحاول اختارك ووصل نجح في تدي الفرق الى نقطتين اربعة ثمانية وعشرين او عفوا اربع نقاط ثمانية وعشرين اربعة وعشرين لصالح نادي الزمالك ديتين خمسة وعشرين ثانية على التالي كورتر الثاني كيجو للسوزة سوزة بيختارك بيهوش بيوصل لكن هنا في خطأ شخصي على ابو النصر خطأ شخصي على محمد ابو النصر ديتين سبعتاشر ثانية اربعة نقاط هو الفارق ادهم مع صمع التغيير في صفوف نادي الزمالك مكان احمد حتم عبداللطيف ادجار سوزة الرميع الحرة الأولى ينجح في التسجيل ثلاث محاولات للنادي الزمالك نجح في واحدة واخفق في اتنين وقابل محاولة وحيدة العمر الجندي على الفريسرو او على الفاول شوتينج وادل المحاولة التانية ينجح ادجار سوزة من اربع محاولات في الفاول شوتينج ينجح في تسجيل محاولتين مايكل تومسون مايكل عايس سلم من محمود وليد طلب منه لسكرين مايكل خد لسكرين من سيف ووقف وشوت ميديا بشوت لكن ما بنجحش في التسجيل يلمع على طوله على الديفنسيف ريباوند اسلام سالم يبدأ الهجمة اسلام اسلام يقف يسلم ليه عمر هشام الوپن شوت فاضي خالص ما بينجحش في التسجيل محمود وليد يلم وإيه حقق قبل القوت يسلم لعمر الجندي عمر لسه كرة مع عمر ليه مايكل تومسون مايكل لسه ما شوفنا السلسيات النادي الاهلي محتاجينها مايكل لسه كرة معاها آخر خمس سوائن في الاربعة وعشرين سنة مايكل محمود وليد ليه سيف سامير وادي سري بوينت سيف ينجح سيف لسه بقول محتاجين سلاسيات يرد عليها سيف على طول واللي السيل حلو من مايكل تومسون يلحى محمود وليد يسلم لمايكل تومسون تاني تلات نقاط في جعبة النادي الاهلي ده الفرق لتلات نقاط سيف سامير ودي عمر الجندي عمر تلات عمر تلات عمر الجندي عمر ينجح فيه تلات نقاط كمان ينجح فيهم بالتعادل والعودة امام نادي الزمال تلات تلات اخر دي عايز المشاهد على احداث الكورتر التاني مايك اتجار سوزا سريب بوينت عايز يرد ما بنجحش في التسجيل يلمع على طول النادي الاهلي ودي مناصر بش مال مناصر لكن ما بنجح في التسجيل ينجح على طول عمر يسلم 35 ثانية عدي قبل التمن ثوانية مايكل عدا فعلا وخط خطأ شخصي على اسلام سالم ورميتين حرتين للصالح اه اوتسايد اه صح كده اوتسايد للصالح النادي الآن خرج اسلام سالم نزل احمد ياسر او احمد حتم عبد اللطيف اخر واحد وثلات ثانية عزي المشاهد اثنين وثلات ثلات لصالح نادي الزمالك اقاف الملعب لتكفيف ارضية الملعب لحفاظ على سلام اللاعبين احمد مهيب واول مشاركة في المبارا بدأ من سيف سامير وايضا حازم المشد ما كان مصطفى كيجو في نادي الزمالك سيف سامير خرج مهيب نزل كيجو خرج نزل حازم المشد مايكل تومسون مايكل ليه عمر الجندي وتلاتات عمر الجندي ما بنجعش في التسجيل مهيب على الوفنسف الوفنسف ريباوند وترايع البسكت حلوة وراوعة من احمد مهيب لقطتين يأتي بهم التعادل الاخر عشر ثواني عزيز المشاهد على امتاع هداث الكورتر الاول مباراة حمسية وقوية حزم المشد لاحمد عبداللاطي وادي عمر الشام على سري بوينت ما بنجعش في التسجيل انتهى احداث الكورتر التاني بتعادل الفريقين اثنين ودلاتين اثنين ودلاتين اعزاء المشاهدين اصراحة ما بين كورترين المباراة على ان نعود معكم مرة اخرى في احداث بداية احداث الفترة التالتة والكورتر التالي كنت معكم معلقكم احمد مناء زميل عزيز هيسم السعيد اليك المايكروفون شكرا الزميل العزيز كابتن هيسم السعيد وضيوف الكرام بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة مشاهدي ومتابعة ومحبي كورة السلة في كل مكان معلقكم الرياضي احمد مناء وانا عود اليكم مرة اخرى من صالة الامير عبدالله الفيصل بالنادي الاهلي ودربي كورة السلة ما بين الاهلي والزمالك وبداية احداث الفترة التالتة نفكر حضراتكم سريعا كده بالتشكيل القادة الفنية النادي الاهلي الكابتن او الميستر او السينيور او جستي بوش احمد الجرح مدرب مساعد رامد يستي مدرب عام طرق الغنام مدير اداري وليد الخرات اداري علاء لطفي احصائي دكتور محمد جاد ودكتور محمد اكرم محمد ودكتور هيسم الضبع اطباء للفريق كابتن محمد علي مخطط احمال كابتن محمد عيسى مدلك وحامد الكأس خدمات معاونة اما تشكيل نادي الاهلي علاء زهر عمر علاء زهران مايكل تومسون عمر عزب سيف سمير ابو النصر عمر الجندي عمر طارق مودي الجرح ابراهيم الجمال احمد مهيب عبدالله ناصر ومحمود وليد اما نادي الزمالك فالقادة الفنية البانجليس انجل اليوناني او كوتش بي كما يطلقون عليه مدرب العام كابتن يسر عبدالوهاب مدرب مساعد سمير جودة مدير ادارك كابتن مصطفى محسن والادارك كابتن رومي العيدي مخطط احمال دكتور محمد سعيد طبيب اسلام جمعة مدلك محمد مصعد احصائي مأهل انور ومصطفى محمود محل الاداء اما تشكيل نادي الزمالك احمد ياسر عمر هشام احمد حاتم ادهم عصام ادجر سوزة احمد اسام ومصطفى كيجو ومحمد حجازي معاذ ايمان سليم العساوي حازم المشد داخل تشكيل نادي الاهلي وتشكيل نادي الزمالك وانتهت احداث الفترة الاولى او الكورتر الاول بتقدم نادي زمالك 23-14 ثم ازدادت المباراة اصارة وسخونة بتعادل الفريقين في احداث الفترة التانية والكورتر التاني 32-32 هقول له حضراتكم كده على بعض الاحصايات بالنسبة لأحداث الفترة الاولى والفترة التانية النادي الاهلي على 3-point shot في الفترة الاولى او الكورتر الاول shot محاولة واحدة ونجح في تسجيلها اما نادي الزمالك فشاط 8 محاولات نجح على 3-point ونجح في تسجيل 5 في الكورتر التاني انتفض الاهلي ب7 سلسيات محاولات نجح في تسجيل 3 اما نادي الزمالك 7 محاولات نجح في تسجيل 1 اما الفاول شوتين او الفريسرو النادي الاهلي في الكورتر الاول 7 محاولات نجح في تسجيل خمسة نادي الزمالك خمسة ونجح في تسجيل أربعة الكورتر الثاني الأهلي نجح في تسجيل واحدة فقط وهي المحاولة الوحيدة أما نادي الزمالك أربعة محاولات منهم اتنين إن تشكيل نادي الأهلي النازل دلوقتي عمر على زهران عمر طارق عمر الجندي أحمد مهيب ومايكل تومسون ده خمسي نادي الأهلي أو الستارت لين أب ودي الهجمة أهلوية ودي أول نقاط المباراة وتقدم لنادي الأهلي عن طريق عمر طارق بنقطتين خمسي نادي الزمالك كيجو أدم عصام إدجار سوزة أحمد ياسر وعمر هشام والكورة زمالكوية هذه كيجو لإدجار سوزة لكن هوج وراح ووصل ما بنجحش في التسجيل بلوك حلو من عمر طارق ودي الفاص بريك أهلاو ومهيب على سري بوينت لكن ما بنجحش في التسجيل يلم على طول نادي الزمالك عمر هشام ودي تراي وكيكاوت لإدجار سوزة والسلسيات إدجار لكن ما بنجحش هيدر في التسجيل على الساكن شوت يلم على طول نادي الزمالك إدجار سوزة سوزة والسكرين من كيجو يحاول تعمل على دابل تيم لكن عدى إدجار ولسا كورة معاه طلع لكيجو كيجو على سري بوينت قبل الأربعة والشي الثانية ما بنجحش في التسجيل فين الريباوند يا شباب فين الريباوند يا أهلي ودي سوزة وتراي على الباسكت لكن بلوك تاني روعة من عمر طارق عمر طارق بلوكين أوتسايد زمالكاوي تمن سواني على انتاء الزمال الهجمة إدجار سوزة حاول تعمله سكرين لكيكار الاختراك ووصل ما بنجحش في التسجيل والساكن شوت على طول كيجو يعتباه بها بالتعادل 34-34 هجمة أهلوية يبدأ الهجمة عمر طارق عمر لعمر الجندي والسكرينات هترسل على إيه لأحمد مهيب منتريشن يترجع عن موقفه لمايكل تومسون مايكل لعمر الجندي عمر طارق تحت الباسكت وستريت ساكن على عمر طارق أوتسايد لنازل زمالك اتجار سوزة هتطلع على الأوت ليه أدهم عصام أدهم عصام عدى قبل الثمان ثواني أدهم لسا معاك كورا ليه اتجار سوزة يعمل لستيل حلو عمر ظاهران لكن سيل حظ الكورا رجله تدوس على اللاين كده وتروح الكورا للصالح نادي الزمالك أوتسايد للزمالك واربعتاشر ثانية زمن الهجمة المتبقية لنادي الزمالك توصل عمر هشام معه أحمد حمدي أو أحمد مهيب عفوا يوصل عمر هشام يطلع كيكا وتل أحمد ياسر لشات سري بوينت ما بنجحش في التسجيل يلمع على طول نادي الأهلي ودي مايكل طومسون وبداية الهجمة مايكل مرة تانية لأحمد مهيب مهيب يحاول إغباطها لكن تروح لإدجار سوزة في فص بريك سريع وينجح في تسجيل مايكل طومسون تقدم زمن كوي 36-34 7 دقائق 35 سنة على انتهاء حدث الكورتر الثالث سكرينات لمايكل طومسون مايكل وكيكاوت لعمر الجندي و3 عمر الجندي لو ينجح عمر الجندي في إضافة 3 نقاط وتقدم لنادي الأهلي بفرق نقطة 37-36 7 دقائق 20 سنة عزيزة المشاهدين على انتهاء حدث الكورتر الثالث سوزة لأحمد ياسر والهندوف مع عمر الشام سكرين لعمر الشام بيحاول يلعب واحد على واحد بيبصي ويطلع ليه كيجو لكن كيجو يلحقها ويشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل عمر الجندي على الديفنسي في ريباون على طول بيطلع عمر زهران واختراكات عمر زهران ما بينجحش في التسجيل لكن يحصل على خطأ شخصي عمر على زهران كابتن أحمد الجرح من بره بيقوله بش مالك خلص صحة عمر بش مالك خلص هنا الحكم قال ايه الحكم قال مش توشوتس اوتسايد تغيير في صفوف نادي الزمالك اسلام سالم مكان ايدجر سوزا واوتسايد لصالح النادي الاهلي اوتسايد لصالح النادي الاهلي مايكل تونسون هيطلع يسلم لعمر عمر طارق اللي بيطلع عمر طارق ويسجل نقطتين عمر طارق نقطتين للنادي الاهلي يوسع الفرق إلى 3 مقاط عمر هشام من نادي الزمالك ياخد السكرين من كيجو يختارك يوصل ويحاول لكن ما بنجحش في التسجيل عمر طارق على طول ديفنسف ريك باوند فاص بريك اهلاوي لأحمد مهيب وينجح أحمد مهيب في اضافة نقطتين على طول كوتش بي يطلب تايم اوت يوسع الفرق النادي الاهلي إلى 5 نقاط 41 36 ازدقت المباراة اشتعالا وحماس زي ما كنا متوقعين عزل المشاهد ديربي كرة السلة النادي الاهلي ونادي الزمالك طيما قد تطلبه بانجلاس انجل أو كوتش بانجلاس انجل أو كوتش في لصالح نادي الزمالك في احداث هذا الكورتر محاولتين من نادي الاهلي على ستريب بوينت نجح في تسجيل محاولة لعمر الجندي اما نادي الزمالك اربع محاولات على ستريب بوينت لم ينجح في تسجيل ولا محاولة لسه ما دخلناش في الفاول شوتنج ست دا عزل المشاهد 33 ثانية على انتهاء احداث الفترة التالتة او الكورتر التالت احب افكر حضراتكو تاني ان يهاب امين برغم اصابته ودخوله قريبا للعمليات ان شاء الله يقوم بالف سلامة الا انه متواجد في ارضية الملعب لتشجيع زميله اما عمر عفوا المروان سرحان فنتمناله العودة سريعا ان شاء الله من اصابته كل يعني لعبين ان شاء الله بالف سلامة ايضا بنتمنى السلامة لأحمد عاصم وياسين ياسر وعلي حجازي وانس اسامة يمكن انا ما ذكرتش انس اسامة في الكورتر الاول فانا يعني معلش انا اسف الف سلامة طبعا للربع نادس زمالك والف سلامة لكل اللاعبين ان شاء الله وربنا يبعد عنهم شر الاصابات رجعنا رجعنا تاني للملعب وبداية استكمال بعد التايم اوت اوتسايد زمالكاوي احمد حاتم عبل طيف في تغيير سريع من كوتش في ل احمد حاتم ونزول وردية الملعب اسلام سالم بيطلع لعمر هشام عمر هشام دفاع منطمان نادي الاهلي ونادي الزمالك ايضا دفاع منطمان اسكرينات عشان اتجار سوزا يطلع مع عمر الجندي اللي بيعمل هلب لكن يختارق على طول ودي البلوك التالي ليه عمر طارق لكن البصة متسرعة شوية يقطع في السك اسلام سالم ويسلم لعمر هشام يطلب اسكرينات لاسلام سالم مرة تانية اسلام وسكرين من عام من مصطفى كيجو حاول اختارك وهيطلع الكيكاوت لكيجو كيجو لاحمد حاتم الشات سري بوينت ما بينجحش بالتسجيل مايكل تومسون على طول جلمة الديفانسيف ريباوند ودي تراي على الباسكت من احمد مهيم ينجح على طول انه ياخد خطأ شخصي وفاول على كيجو خطأ شخصي ورميتين حرتين على مصطفى كيجو احمد مهيم على تنفيذ الرمايات الحرة واولى الرمايات الحرة في احداث هذا الكورتر وبالمناسبة كيجو عنده خطأين شخصيين وينجح احمد مهيم في تسجيل الرمايات الحرة الاولى يوسع الفارق الى 6 نقاط لصالح النادي الاهلي وادي الرمايات الحرة التانية احمد مهيم ما بينجحش في التسجيل كيجو يلم على طول يتجر سوزا سوزا مع عمر زهران عمر نازل له مخصوص قالب النادي الاهلي زون ديفنس لا لسه منتومان سوزا ليه عمر الشام كيجو تحت البسكت بيهوش مع عمر طارد تخبط في ايد عمر زهران وبتطلع عود الصيد لصالح نادي الزمالك اربع ثواني على انتهاء احداث او عفوا اربع ثواني على انتهاء الزمن الهجمة اربع ثواني ستة وتلاتين زمالك اتنين واربعين الاهلي احمد حاتب لسوزا اللي خلاص هيشوت شاط فعلا ما بينجحش في التسجيل على طول مايكل تومسون يلمع ارباون مايكل ياخد سكرين من عمر طارق يستنى عمر طارق مرة تانية وياخد سكرين مرة تالتة ودي عمر الجندي يطلب سكرين هو كمان عايز يلعب على الانسايد يحاول يختارك يسلم الكيكاوت لمايكل تومسون اللي بيطلع الكيكاوت مرة تانية لعمر الجندي وثلاثات عمر الجندي عمر الجندي ينجح في اضافة ثلاث لقاط مرة تانية والسلسية التانية ليه على المستوى الشخصي فيه احداث هذا الكورتر وسع الفارق الى تسع نقاط مع انتصاف احداث الفترة التالتة او الكورتر التالت احمد حاتم عبداللطيف اللي بيعدم ملعبه هو البوينت جارد دلوقتي احمد حاتم ليه اسلام سالم ومعه مهيب يلعب واحد على واحد تحت الباسكت والسيمي هوك ما بينجحش في التسجيل يلمه مهيب على طول ويديه ليه مايكل تومسون اللي بيهدم ملعبه مايكل ليه عمر الجندي عمر الجندي عمر الجندي هرد لك عمر ما بينجحش في التسجيل عمر الجندي يلمه على طول لاتز الزمالك 3645 على انتاء احداث الكورتر التالت كيشو وابكورة سلم للسوزع سوزع لسه كورة مع سوزع يحاول اختارك لغا الطريفة هذه بش ماله وينجح في تسجيل اتجار سوزع مايكل تومسون من الاهلي ياخد السكرين الاولاني يهدف ملعبه بيشاور على الخطة المتفق عليها مايكل مايكل لسه كورو مع مايكل اختارك مايكل من بعيد حاول يسلم لكن في السكة تقطع على طول ويتروح للنادي الاهلي مرة تانية وادي مايكل تومسون من لعب من بعيد مايكل تومسون نقطتين في جعبة النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون مايكل وادي اتجار سوزع ومعاه منتو من قوي من عمر على الزهراء كيجو واختراقات كيجو ووصل كيجو نجح كيجو في تسجيل نقطتين مايكل تومسون ويبدأ الهجمة السريعة تجه هنا النادي الاهلي يسرع من اداءه شوية في انهاء الهجمات عمر طارق يحاول لكن الكرة تتقطع منه وتروح عود صايد وفي اصابة كده سلامات له عمر طارق لعب النادي الاهلي هل في سلامة لعمر طارق طمن على عمر طارق في تغيير لا لسه ما ازنش بالتغيير قام عمر طارق بالسلامة سلامات لعمر طارق وحصل تغيير في صفوف نادي الزمالك خرق كيجو ونزل حازم المشد كيجو عشان نعرفكو بس سريعا كده كيجو عنده خطائن شخصيا اوتسايد اهلاوي تعمل الستيل في السكة لإدجار سوزا إدجار وصل إدجار ما نجحش في التسجيل لكن حازم المشد بسن كده ينجح في تسجيل نوتوتين ويعمل الفولو لدائي الفارق إلى خمس نقاط تلت دائق تمنتاشر ثانية على انتباع أحداث الكورتر التالت مايكل تومسون يبدأ الهجمة لنادي الاهلي مايكل كان فضيله عمر طارق ودي مهيب بيهوش لمايكل تاني سكرين من عمر الجندي عايز الميسماتش لا الميسماتش ها يديله ولا هيختارك وقف عمر طارق اللي شات هي جات لكن ما تحسبتش لأن الاربع وشي الثانية كانت صفرتها والبازر بتاعها كان أسرع من شوطة عمر طارق هرد لك يا عمر ودي كرة على طول تروح لنادي الزمالك عمر هشام لأحمد حتم عبل طيف أحمد حتم لسه كرة معاه لحازم المشد يسلم الإسلام سالم بيدور على السلسية الإسلام ودي هنا في خطأ شخص على مهيب وعود صايد لصالح نادي الزمالك خطأ الشخص الأول على المهيب أحمد ياسر في التبديل بدل من عمر هشام في نادي الزمالك في صفوف نادي الزمالك 42 زمالك 47 لأهلي دي 29 سنة على انتهاء أحداث الكورتر الثالث ستة محاولات لنادي الزمالك على ستريب بوينت لم ينجح في تسجيل ولا واحدة أحمد حتم عبدالطيف من الزمالك لإدجار سوزا إدجار لأحمد حتم مرة تانية بيحاول أختارك لا الطريف فاضل طلعك كيكاو لإدجار سوزا إدجار بيهوش وقف صوت على ستريب بوينت في آخر ثلاث سوائن ما بنجحش في التسجيل بيموت عليها عمر الجندي لكن بالماء إسلام سأله ويتراي على الباسكت ما بتجيش لسه عمر الجندي معاك كورا هنا في هنا في خطأ شخصي على حازم المشد حازم المشد رقم 55 وارتكب خطأ شخصي فعلا رقم 55 خطأ الشخص الثاني على حازم المشد حازم المشد أوتصايد أهلاوي دي 29 سنية لسه النتيجة والفارق لصالح النادي الاهلي خمس نقاط مايكل تومسون مايكل يسلم للجندي هندوف مع مايكل مرة تانية اسكرينات للنادي الأهلي مايكل يسلم لو بصع الميسماتش عمر الجندي يسلم لعمر زهران عمر يحاول اختارك يلف ويطلع لجي عمر طاري أسست روعة ودنكوالا أروع لعمر طاري عمر طاري لكن نفتكر الأسست لو شرنا في الإعادة عمر زهران يعمل السست مافيش أحسن من كده لو عمر طاري يستغل الهداية بضنك ولا أروع للنادي الأهلي إدجار سوزا سوزا السكرينات ميديام سوزا شرط نجح في التسجيل نقطتين إدجار سوزا لسه الفريق خمس لقات آخر دقيقة خمسة وثلاثين ثانية في أحداث الكورتر التالي مايكل تومسون مايكل يقبل سوزا عمر الجندي عمر طاري تحت الباسكت يلف ويرتكس بشمال بيمينه ويه ما ينجحش حظك وحش عمر تروح القرى ليه إسلام سالم في نادي الزمالك إسلام عدى إسلام خذ السكريم من المشد بيدور عليه المشد فاضي على أوبن شوت سريب بوينت شوت نجح في تسجيل أولى السلسيات ليه حازم المشد خمسة وخمسين ثانية عزيز المشهد على انتهاء أحداث الكورتر التالت أو الفترة التالت مايكل تومسون يدي الفرق إلى باسكت أو نقطتين لصالح النادي الأهلي عمر طارق استلم لف وخطع شخصي على حازم المشد خطع شخصي على المشد وتغيير في صفوف نادي الزمالك والنادي الأهلي حازم المشد يخرج ينزل كيجو عمر هشام ينزل بدلا من إسلام سالم وعمر زهران يخرج وينزل أبو النصر اتنين واربعين سنة على نهاية الكورتر التالت واربعتاشر سنة على نهاية زمن الهجمة أبو النصر لعمر طارق ليه مايكل تومسون مايكل سكرينات مايكل لسه ليه عمر الجندي أخي الخمس ثواني وعمر على السري بوينت وصيارة واربول وتطلع لصالح نادي الزمالك اوتسايد تمانية وعشرين ثانية على انتهى أحداث الكورتر التالت سبعة وعشرين زمالك تسعة وعشرين لأهلي أحمد حاتم عبداللطيف ليه كيجو كيجو يدور على سوزا سوزا بيأخذ السكرين ليه كيجو اللي بيباصي لحمد ياسر لكن ما تعمل على دفاع قوي عمر هشام أحمد حاتم عبداللطيف على أوبن شوت سري بوينت ينجح في تسجيل نقطتين وأول تقضب لنادي الزمالك فرق نقطة في أحداث الكورتر آخر الثواني في أحداث الكورتر التالت شوت مايكل تومسون وخطأ شخص يحتسب الكابتن محمود جمال في الثانية واللحظة الأخيرة على هومر هشام بتلت رمايات حرة لمايكل تومسون خمسين تسعة واربعين لصالح نادي الزمالك ودي تلت أخطاء تلت رمايات حرة لصالح النادي الأهلي على التنفيذ مايكل تومسون محاولتين النادي الأهلي على الفريسترو نجح في تسجيل محاولة ودي مايكل تومسون على تنفيذ الرمية الحرة الأولى مايكل ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى يعد النتيجة إلى التعادل خمسين خمسين مايكل على تنفيذ الرمية الحرة التانية ينجح في تسجيل التانية ودي الرمي الحرة التانية لمايكل تومسون ينجح ايضا في التسجيل عشان تنتهي احداث الفترة التالتة اتنين متقدم النادي الاهلي اتنين وخمسين خمسين اتنين يا زمن الراحة ونرجع لحضراتكو مرة تانية اتنين اتنين اعزائي المشاهدين وزي ما قلت لحضراتكو نتيجة دلوقتي تقدم النادي الاهلي بفارق نقطتين على نادي الزمالك 52-50 اخصيات سريعة كده للفارقين اثناء الكورتر التالت نادي الاهلي في محاولاته على ستريبوينت شاط اربع محاولات نجح في تسجيل نقطتين اما نادي الزمالك 8 محاولات على ستريبوينت نجح في تسجيل محاولتين في الفاول شوتين النادي الزمالك لم يحصل على اي فاول شوتين اما النادي الاهلي حصل على اربع محاولات على الفريس رو او الفاول شوتين نجح في تسجيل تلاتة خمس النادي الاهلي اللي هيبدأ به السينيور اوغوستي بوش مايكل تومسون ابو النصر عمر الجندي عمر زهران عمر طارق ده خمس النادي الاهلي او الستارت لاين اوب اما خمس النادي الزمالك ادجر سوزا احمد حتم عبل طيف كيجو احمد ياسر واسلام سالم ده الستارت لاين اوب اللي بدأ به كوتش في او بانجلاس انجل اليونان الجنسية ومواجهة زي ما قلت لحضراتكم او زي ما اقول دلوقتي مواجهة اسبانية يونانية على الاراضي الاهلوية كيجو والحياسة التبوديلية للزمالك واولى الاخطاء الشخصية لعمر الجندي عمر الجندي خطأ الشخصي التاني في احداث هذه المباراة سوزا هيطلع الاود اللي يسلم لحمد حتم احمد حتم لسه كورة معاه سوزا يستلم بعد ما تعمله سكرين مع ابو النصر لسه كورة مع سوزا اللي وقف وطلع كيكاوت لحمد ياسر اللي شوت سريبوينت ما بينجحش في التسجيل تومسون على طول الهما عند الديفانسي فريباوند يبدأ الهجمة تومسون لعمر الجندي عمر تحت الباسكت لعمر طارق عمر بيحاول يلف يشوت ما بينجحش في التسجيل توصل الكورة عند النادي الزمالك واحمد ياسر اللي بيطلع للسوزا اللي يبدأ الهجمة ادجار سوزا سوزا سكرين لادجار سوزا يوقف ويشوت ميديم شوت ما بيتجحش في التسجيل كيجو على السكن شوت لأحمد حاتم يطلع كيكاوت أحمد حاتم لسه كرة معاه لكيجو يهوش يحول اختارك يطلع كيكاوت الاسم سالم لكن هنا في ايه فيه تكنيكا الفاول لكن هنا على مين اعتقد هنا على عمر على ظهران تكنيكا الفاول على عمر ظهران سيميليشن او تمثيل الحركة اللي شفتوها دلوقتي مع كابتن محمود هي اسمها السيميليشن الخطأ التالت على عمر ظهران رمية وحيازة وإيدجار سوزا على تنفيذ الرمية الحرة للتكنيكا الفاول ما بينجحش في التسجيل والحيازة لنادي الزمالك 14 سنة زمن الهجمة لنادي الزمالك احمد حاتم يسلم لإيدجار سوزا سكرين من كيجو يطلع النحة تانية كيكاوت لكيجو كيجو بيحاول اختارك باصة اللي قطعه لكن عمر ظهران بزكاء شديد يعمل استيل باصي هنا بقى يا عمر باصي هنا يا عمر عمر قرر يختارك قلت له باصي باصي إيدجار سوزا يعمل استيل يسلم النحة التانية لإسلام سالم السلسية اللي بدور عليها لكن يتعمل مع دفع قوة من نادي الاهلي يطلع الكيكاوت هنا لكيجو الشوت دي من السريب بوينت دي اتنين تبقى لإشارة كابتن محمود جماء محمود الحاكم الأول دي بنوطتين اتنين وخمسين اتنين وخمسين مايكل تومسون لا الطريفة هذه من بعيد ينجح في تسجيل نوطتين يفتتح مع نقاط أحداث الكورتر الرابع والأخير سامير على التسخين هيغير دلوقتي اعتقد هيجيب عمر طارق سوزا والبنترشن ووصل ما بينجحش في التسجيل على طول أبو ناصر يلم يسلم ليه يقول له يلعب يلعب في إصابة هنا ليه مايكل تومسون في إصابة لمايكل تومسون وقف اللعب في اعتراضات من قبل النادي الاهلي يعني بيقول له المفروض يوقف الملعب هنا في اعتراضات من قبل السينيور اوجستي وتكنيكا الفاول على الجهاز الفني للنادي الاهلي تكنيكا الفاول على الجهاز الفني للنادي الاهلي اعتقد ان الحالة دي ممكن تتشرح اكتر في السود التحليلي يعني اكتر من انا عمتا خلينا مع المباراة اتجار سوزا في الرامي والحيازة ما نجحش في تسجيل الاولنية وادي التانية ما نجحش ايضا في تسجيلها اه الحيازة هنا اهلوية عفوا الحيازة هنا اهلوية تكنيكا الفاول ترجع اللعبة لما كانت عليه من قبل مايكل تومسون سلامات لمايكل اربعة وخمسين اربعة وخمسين تعدل الفريتين سبع دقاءة تسعة واربعين سانية على انتها حدث كورة الرابع والمبراء تومسون ومعايا اسلام سالم تومسون عدى تومسون يطلع العنبي ظهران على سري بوينت اوبين شوت ما بينجحش في التسجيل سراع على الكورة تأتي عندي مين تأتي خطأ شخصي على مصطفى كيجو خطأ شخص الثالث على مصطفى كيجو هل كوتش في هيسحبه ويوفره للاحداث القادمة ده اللي هنشوفه دلوقتي اوتسايد اهلاوي واربعة واربشر ثانية زمن الهجمة سبع دقاءة سبعة وثلاثين ثانية عمر الجندي استلم عمر سلم لسيف سامير النزل مكان عمر طارق عمر الجندي سكرين من سيف يحاول يعدي يطلع الكيكاوت لعمر الجندي مرة تانية في السواني الأخيرة الشوط عمر الجندي ما بينجحش في التسجيل عمر زهران بيحاول لكن توصل الكورة ليه كيجو كيجو يسلم لأحمد حاتم يبدأ الهجم أحمد حاتم أحمد حاتم ليه كيجو لسا أحمد حاتم مع الكورة بيحاول يدور على إسلام سالم إسلام آخر سانيتين في الأربعة وشرين سانية شوط إسلام سالم ما بيتجحش في التسجيل يلمى على طول على الديفنسي في باون مايكل تومسون مايكل مايكل تومسون لسا مايكل وهذه سري بوينت مايكل لكنه صغيرة ما بيتجيش يلمى على طول سيف سامير على الساكر شوت يطلب السكرين وبيعمل كلير عمر زهران آخر خمس سانية في الأربعة وشرين سيف سامير وطراي على البسكت روعت روعة وأسست عالي من مايكل تومسون في البيكن درول ستة وخمسين أربعة وخمسين لصالح النادي الأهلي أحمد حاتم لإدجار سوزا إدجار ودفاعات قوية من النادي الأهلي توصل لأحمد سيف أحمد ياسر إسلام سالم تراي على البسكت لكن خطأ شخصي على عمر زهران عمر زهران يتغير دلوقتي بعد ارتكابه أربعة أخطاء شخصية هينزل مكانه عمر عزب طبعا يعني التفسير القانوني للعبة اللي فاتت اللي تصيب فيها مايكل تومسون هو يعني لايجوز قاف الهجمة لصابة المنافس طبقا للقانون ده القانون اللي بيقول كده جماعة فده القانون اللي بيقول كده أنا بشكر طبعا الزميل العزيز الدكتور ويلة أبو العزم على الإضاح ده لأن طبعا يعني احنا مش دارسين قانون زيكم فلازم في حاجاتها طوع مننا فلازم نفهمها طبقا للقانون إن الكرة لايجوز إقاف الهجمة لإصابة لعب إدجار سوزة من الزمالك لسه إدجار يسلم لكيجو كيجو بيهوش وبيوصل ويروح ويه الأهلي وفي حاجة كده إصابة لسيف سمير سلامات سيف ألف سلامة لسيف سمير تشوف دلوقتي عمر الجندي زي ما قلته لحضراتكو أربع أخطاء شخصية وكيجو ثلاث أخطاء شخصية سيف سمير عنده خطائن شخصيين وسلامات لسيف سمير لعدل الملعب بالسلام الحمد لله وسلامات لكل لعبيننا لكن هنا الحكم بيتطمن عليه هل فيه دم أو حاجة هل هيستلزم تغييره فعلاً هيستلزم تغييره الدكاترة طباء كابتن دكتور هيسة من دكتور أكرم ودكتور محمد جاد راح أقوله عشان يتطمنه عليه وهيتم تغييره فعلاً بعمر طارق رقم 55 والأوتسايد والحيازة أهلاوية أوتسايد الأهلي 54 الزمالك 56 الأهلي خمس مواجهات تقابلوا به من الأهلي والزمالك في الموسم الماضي استطاع الأهلي بالفوز بالخمس مواجهات أمام نادي الزمالك عمر طارق تاعت الباسكت معه كيجو بيلف يرتكز بشماله ينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفارق إلى أربع نقاط عمر طارق أحمد ياسر على الفصل بريك الواحد يستطيع يقافه عمر الجندي ليه كيجو إدجار سوزا مرة تانية إدجار خد سكرين لكن معاه أبو النصر يطلع كيكاوت ليه كيجو كيجو يقلب إسلام سالم إسلام يحاول يختارك كيكاوت لأدهم عصام اللي بشوت سري بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط أدهم عصام يدهي الفارق إلى نقطة وحيدة 58 و 57 وانتصاف الكوارت الرابع ونهاية المباراة خمس زائب التمام والكمال على انتهاء أحداث الكوارت الرابع والمباراة عمر عزم عمر اللي نزل مكان عمر زهران تحت الباسكت لكن هنا فيه هنا فيه فاول أو عفوا مش فاول ده سري ساكند على عمر طارق اللي كان واخد موزيشن واوتسايد لنادي الزمالك اوتسايد لنادي الزمالك أدهم عصام ليه مصطفى كيجو مصطفى يبحث عنه إسلام سالم إسلام يقف ويشوت سري بوينت ما مرجحش في التسجيل عالساكن شوت مين هنا عمر عزم على طول يلمر باونت يبدأ الهاجمة ابو النصر واخترى قط ابو النصر بيشمل ابو النصر ما مرجحش في التسجيل يلم على طول كيجو ترايك كده يعني بدلك فيها لابو النصر وأحمد ياسر اللي بيطلع لكن ابو النصر عدل على طول من خطأ ويقطع ويعمل السيل ويرجع في الديفنس يوصل عمر الجندي لكن بيرتكب معاك خطأ شخصي خطأ شخصي هنشوف على مين منطلبات ومشاورات ما بين كابتن محمود جمال وكابتن محمود إبراهيم هنشوف القرار هلس على إيه كابتن محمود جمال هنشوف دلوقتي هيدي قراره إيه على أدهم عصام براميتين وحيازة للصالح النادي الآلي كيجي يخرج وينزل حازم المشد لعب نادي زمالك رقم 55 أنا سبورتسمان لايك فاول على التنفيذ عمر الجندي ينجح في تسجيل الرميع الحرة الأولى ودي الرميع الحرة الثانية يوسع الفارق إلى نقطتين أو باسكت ودي الرميع الحرة الثانية ينجح في التسجيل أيضا عمر الجندي يوسع الفارق إلى ثلاث نقاط والحيازة للنادي الآلي مايكل تومسون هيطلع القاود شايف عمر هشام يجري التسخين للتبديل عمر الجندي اسكرينات لسه عمر يحاول أختارك عمر وصل بدفاعات وسط الدفاعات لكن يرتكب معه خطأ شخصي من قبل أحمد ياسر دبل زيرو زي ما قالت كده يا كابتن آيا خالد براميتين حرتين لصالح النادي الآلي على التنفيذ عمر الجندي وعلى التغيير أحمد ياسر مكان يخرجه أحمد ياسر عفوا وينزل عمر هشام عمر الجندي عنده فرصة يوسع الفارق إلى خمس نقاط نجح في تسجيل الرميع الحرة الأولى بقت أربع نقاط أربع دقائق سبعتاشر سنة يا عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارت الرابع والمباراة ونجح فعلا أنه يوسع الفارق إلى خمس نقاط خمس نقاط نصالح النادي الأهلي أربع دقائق عشر سواني على انتهاء أحداث الكوارت الرابع والمباراة عمر هشام عمر ليه إتجار سوزا سوزا لكن هنا خطأ شخص يرتكب معاه عم محمد أبو النصر خطأ شخص يرتكب أبو النصر أربع أخطاء على النادي الأهلي ثلاث أخطاء على النادي الزمالك وأبو النصر خطأين شخصيين وعمر الجندي أربع أخطاء شخصية وعمر هشام رقم أربعة من الزمالك أغيضا أربع أخطاء شخصية أدهم عصام أدهم للسمعات الكورة بيعمل إتجار سوزا حزب المشاهد سكرين ودي أدهم ويوصل لكن ما بينجحش في تسجيل البنتريشن وقرار كابت وياخد فاول هل هي كاونت وان مور رقم 22 مايكل تومسون خطأ شخصي ورميتين حرتين مايكل تومسون خطأ شخصي الأول ورميتين حرتين لصالح نادي الزمالك أدهم عصام على التنفيذ ثلاث محاولات لنادي الزمالك في أحداث هذا كورتر الرميات الحرة لجح في تسجيل واحدة ودي الثانية تحزير من الكابتن محمود جمال أنه واحد بس يوقف في المنطقة الفنية لنادي الزمالك كوتش فانكو بيستدعي كابتن ياسر للترجمة ودي أدهم عصام على تنفيذ الرميات الحرة الثانية ما نجحش في التسجيل عمر طرق على طول يلم على الديفنسيف رباوند يسلم ليه؟ مايكل تونسون مايكل عمر الجندي عمر واختراكات عمر ووصل عمر نجح عمر في تسجيل نوتوتين عمر الجندي عمر الشريف الجندي ينجح في تسجيل نوتوتين والأندوان لعمر الجندي قطع شخصي على حزم المشد ورمي حرة أضافية وتغيير يخرج حزم المشد رقم 55 لارتكابه أربع أخطاء شخصية وينزل مكانه مصطفى كيجو وسع الفارق إلى 6 نقاط عمر الجندي 58 64 لصالح نادي الأهلي 3 دقائق 44 ثانية ودي عمر الجندي على الأندوان ينجح في التسجيل عمر الجندي الرمي الحرة لضافية أو الأندوان أو الوان مور عمر هشام من الزمالك يطلع بالملعب ويبدأ حجمته عمر هشام ليه؟ أدهم عصام معاه مايكل تومسون سكرنات عشان سوزا يستلم لكن هنا في خطأ شخصي على أبو النصر خطأ شخصي على محمد أبو النصر رميتين حرتين لإدجار سوزا ثلاث أخطاء شخصي على أبو النصر 3 دقائق 30 ثانية على انتهى أحداث الكورة الرابعة والمبرار أي فريق يرتكب أي خطأ شخصي برميتين حرتين على طول إدجار سوزا على تنفيذ الرامية الحرة الأولى اللي ينجح في تسجيلها ست محاولات نادي الزمالك نجح في تسجيل ثلاثة من من الست محاولات ودي المحاولة السبعة ينجح في تسجيلها وهنا في تغيير أحمد حاتم أحمد حاتم هينزل من الزمالك بدل من أدم عصام النادي الأهلي حتى أزيل لحظات خمس محاولات على الفريس رو أو الفور شو تنجح في تسجيل الخمس محاولات ده الفريق إلى خمس لقات ثلاث دقائق ونص بالزبط بالتمام وكمال على انتهى أحداث الكوارت الرابع والمباراة مايكل تومسون مايكل عدى ليه عمر عزب عمر لكن هنا فيه هنا فيه صافرة وبتقول خطأ شخصي على كيجو خطأ شخصي على كيجو ده الخطأ الشخصي الرابع على مصطفى كيجو ودي عمر طارق ينجح في تسجيل الرمي الحرة الأولى من التو شوتس أو الرميتين الحرتين يوسع الفريق إلى ست نقاط ودي الرمي الحرة التانية ينجح ينجح عمر طارق في تسجيل النقطتين يوسع الفريق إلى السبع نقاط وتقترب المباراة من اللحظات الحسمة تلت دقائق عشر ثواني عزيز المشاهد على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة اسلام سالم مع عمر عزم اللي نزل ما كان ابو النصر ودي تراي باك ليوب لكن ما بنجحش في تسجيل عمر عزم يلمع على طول عمر الجندي ويبدأ الهجمة ويطالب بالهدوء عمر الجندي عمر الجندي ليه مايكل تومسون عمر معه عمر هشام لسه كوره معه مايكل آخر عشر ثواني في زمن الهجمة مايكل تومسون ليه عمر لسه مايكل مايكل يطلع كيكاوت عمر عزم من بعيد عمر يحاول يعلق لكن هنا مخالفة ثلاث ثواني على عمر طارق يعني لازم يتحرك عمر طارق مرة ستري ساكند شوية لازم يتحرك مرة ستري ساكند دي رابع أو خامس مرة يتحسب عليه الستري ساكند تغيير في زبوف الزمالك أدهم عصام نزل مكان اسلام سالم وأوتصايد لصالح نادي الزمالك هدجر سوزا عدا بالملعب ما كان مع أبو النصر أو عفوا أنا قلت عمر عزم ما كان أبو النصر لسه في الملعب هدجر سوزا والتراي حلوة أوي لكن أبو النصر لها بالمرصاد في الدروب حلوة أوي يا من أبو النصر وهذه عمر طارق تغبط في مين تغبط في عمر طارق وتطلع أوتصايد أوتصايد زمالكاوي وتايموت لكوتش بي من نادي الزمالك ديتين تسعتاشر ثانية السبعة وستين ستين ليه صالح النادي الأهلي خمس أختار شخصية ارتكبها كل فريق أقول لكم سريعا بعض الأحصائيات الفرقتين لم تلت محاولات لكل فريق في أحداث هذا الكورتر على السري بوينت لم ينجح في تسجيل أي من الفريقين تسجيل أي سري بوينت أما النادي الزمالك على الفريسرو سبع محاولات نجح في تسجيل أربعة أما النادي الأهلي سبع محاولات أيضا على الفريسرو أو على الفول شوتن نجح في تسجيل السبع محاولات تعادل في الفولات تعادل في المحاولات لكن النتيجة تقدم وتشير إلى تقدم النادي الأهلي بسبع نقاط سبعة وستين ستين وصفرة تنتهاء التايموت اللي طلب كوتش فيه أو فانجلاس أنجل ودئتين تسعتاشر ثانية عزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة زي ما قلت لحضراتكم الموسم الماضي تقابل نادي الأهلي ونادي الزمالك خمس مرات بواقع مبارايتين في دوري المرتبط في صالة هيئة قناة سويس بالإسماعيلية وفاز الأهلي بالمبارايتين وزهابوا عودة في دوري السوبر على ملعب الأهلي وملعب الزمالك وفاز أيضا بالمبارايتين وسيمي فاينال كأس مصر الموسم الماضي كان على صالة اكتوبر أو صالة شباب ورياضة باكتوبر وأيضا فاز النادي الأهلي وتأهل إلى فاينال الكأس خمس النادي الأهلي اللي هينزل دلوقتي مايكل تونسون أبو النصر عمر عزب عمر طارق وعمر الجندي ده اللي ستارت لين أب أو الخمسي اللي متواجد على أرض الملعب أما نادي الزمالك أحمد حاتم عمر هشام إدجار سوزا وكيجو وأخيرا أدهم عصام الحياة زمالكوية أدهم عصام وضغط بالنادي الأهلي في آخر دقتين تسعة وتاشر سنة عمر هشام يسلم لأحمد حاتم يبدأ أحمد هاتم الهاجمة هو البوينت جارد أو صانع اللعب أو البليميكر زي ما كنا متعودين نقول عمر هشام عمر لأحمد حاتم اسكرينات لإدجار سوزا على سري بوينت ويف وشات فعلا إدجار سوزا لكن ما بنجحش في التسجيل ديفنسيف ريماوند على الطول من نادي الأهلي عن طريق مايكل تومسون مايكل يبدأ الهجمة آخر دقيقة خمسة وخمسة ثانية عزيز المشاهد في أحداث عمر هزاك كورتر أبو النص لتومسون اسكرين من عمر طارق عدى تومسون يستغل باصة حلوة بشماله ما ينجحش هرد لك عمر يطلع على طول ويستلم نادي الزمالك عن طريق أدهم عصار أدهم لمايكل سوزا إدجار سوزا اللي بواصل الأسيست ليه كيجو لكن يخرج برة لعمر هشام يعمل سكرين مع عمر هشام يحاول عمر هشام يطلع وين وين وهوش ويشوت هيشوت شوت ونجح في التسجيل كيجو تلت نقاط لصالح نادي الزمالك ده الفرعي لأربع نقاط في آخر ديها 15 ثانية على نتقى حدث الكورتر الرابع والمبرارة مايكل تومسون مايكل لسه مايكل ديها عشر ثواني وعشر ثواني على نتقى زمن الهجمة مايكل واختراكات يسلم لعمر الجندي عمر في آخر خمس ثواني من زمن الهجمة هشوت ولا هعمل هايخلصها ازاي عمر الجندي وستري بوينت ما بنجحش في التسجيل هزوحش على طول يلم كيجو يسلم لسوزا في آخر خمسين سنة اتجار سوزا اتجار سوزا عايز يختارك نجح في الاختراك لكن هنا يرتكب معاه خطأ شخصي من عمر طارق عمر طارق وخطأ شخصي وثلاثة واربعين سنة على نتقى زمن الكورتر الرابع والمباراة رميتين حراتين لأتجار سوزا أدهم عصام من نادي الزمالك يخرج وينزل مكانه إسلام سالم إسلام سالم وحوار ضاحك كده وبس بما بين كابتن ياسر وكابتن مدير المدرب العام لفريق ناد الزمالك وعمر الجندي ودي إتجار سوزا على تنفيذ رميتين الحراتين 62-67 نجح في تسجيل رمية الحرة الأولى 62-63 الرمية الحرة التانية إدجار سوزا نجح أيضا في تسجيل الرمية الحرة التانية يدعي الفرق إلى ثلاث نقاط 40 ثانية على التقاح داس الكورتر الرابعة والمباراة مايكل تومسون معه إسلام سالم يسلم لعمر الجندي هندوف مع مايكل تومسون مرة تانية سكرين من عمر طارق اختراقات تومسون بصة حلوة قوي تحت الباسكت نفعي عمر اطلعي عمر أرضلكي عمر يستلم على طول ويلحقها ويرتكب معاه خطأ الشخصي من عمر هشام من ناد الزمالك بعد ما الحقها عزب ويطلعها كيكاوت وخطأ شخصي علىه عمر هشام رقم أربعة اللي بيرتكب الخطأ الشخصي الخامس ويخرج من المباراة في آخر تلاتة وعشرين سنية من أحداث الكوارت الرابع ينزل مكان رحمد ياسر ورميتين لصالح مايكل تومسون نقاش كده ما بين لعيب الزمالك كابتن محمود جمال لحي كورة عمر عزب وهي طلع من قاوت وطلعها على طول لمايكل تومسون اللي بيحاول يعمل الاختراك في السواني الأخيرة لكن اعترضوا عمر هشام بخطأ شخصي والخطأ الشخصي الخامس ورميتين حراتين لمايكل تومسون مايكل ينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى 68-64 لصالح النادي الأهلي 23 سنية على انتهى أحداث الكورة الرابعة والمباراة مايكل تومسون على تنفيذ رمية الحرة التانية مايكل ينجح في التسجيل رمية الحرة التانية التايم آوت على طول يطلبه كوتش بي أو بانجلاس أنجل يطلبه في آخر 23 سنية بعد انتفع الفارق إلى خمس نقاط لصالح النادي الأهلي نسمكم مع تعليمات الفريين فري الأهلي وفري الزمالك ونرجع لحضراتكم مرة تانية اشهد مجر Münster ليس بي من الأحسار لسيح هل سن تعلم إذن ده أي أخ dura كل مكفف رمي السموار حسوم هل ست Plant England تقوى المعرض من برضو واحدة من المعلومات اللي حضراتكم لازم تعرفوها ما زي ما قلت لحضراتكم تقابل الفريتين خمس مرات الموسم الماضي وكانت القادة الفنية لنادي الأهلي تحت قادة كابتن أشوف توفيق وكانت القادة الفنية للسينيور أجوستي بوش ده الخمس تقاط في الموسم الماضي أما هذا الموسم فتقابل الفريقين يعني دي أول مقابلة للفريتين في هذا الموسم الجولة الرابعة لصالح أو عفوا الجولة الرابعة اللي احنا بنزعع لحضراتكم دلوقتي وفكر حضراتكم مبارات النهاردة لأهل والزمالك اللي بنزعع لحضراتكم جزيرة وتأمين سموح وتصالات يمكن نتيجة الوحيدة اللي جات لنا لاتحاده سبورتن 83-75 خمس النادي الأهل اللي نزل أرض الملعب مايكل تومسون عمر طارق عمر عزب أبو النصر عمر الجندي عمر النصر عنده ثلاث أخطاء شخصية عمر عزب عنده ما عندهش أخطاء عمر الجندي عنده خطائين وعمر طارق عنده ثلاث أخطاء إدجر سوزا والمشد وكيجو أحمد حاتم وإسلام سالم دخلوا مسلا نادي الزمالك الحيازة لنادي الزمالك كيجو يلحق كرة قبل أن تطلع لقاود يسلم لإدجر سوزا إدجر سوزا هنشوف التعليمات قاعة سري بوينت شوت ما بيننجحش في التسجيل يلمع عمر الجندي على طول ويجرب الفاص بريك ويبدأ الهجمة فاص بريك ويعلق لعمر عزب ينجح في تسجيل النقطتين في الثواني واللحظات الأخيرة ويعمل لستيل عمر الجندي على طول ويشوت على سري بوينت ويأتي معها صافرة انتهاء أحداث الجيم أو المباراة بتقدم النادي الزمالك وفوزه على نادي الزمالك 71-64 مبروك لنادي الزمالك مبروك لعزائي المشاهدين جمهير النادي الزمالك مبروك أيضا لجهاز الفني السينيور أجوسي بوش كابتن أحمد الجرحي كابتن رامد دياصتي هارد لك النادي الزمالك أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع على أن نلقاكم بإذن الله في المباراة القادمة ألف مبروك مرة تانية أو تالتة النادي الأهلي بفوزه على نادي الزمالك في ديربي كرة السلام مبروك والزميل العزيز نهايسم السعيد وضيوفه الكرام إليكم المايكروفون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة